هي أثرة أثرة في أرباق الأولى والثانية أنك أنت سارئ ما بس انتقاد مو بس عبيقارنوك فيه حتى سارئ تونس من الأول بالأردن أنا فعلاً ما أنا مطرب أنا مؤدي أو صاحب رسالة عمصر رسالة مختارة يدني أهلا وسهلا فيكم بحلقة اليوم حلقة اليوم جداً مميزة لأن ضيوفنا جداً مختلفين الضيف الأول عامل ثورة جداً كبيرة بمجال السوشيال ميديا وإسارة الجدل عنده جداً سهلة مثلاً مثل أي صورة ممكن تصورها يومياً وكيف كانت أول خطوة لأله بعالم الغناء بالوطن العربي اليوم لحنا عرف أما الضيفة الثانية فهي صبية حسنة تصير الجدل بالسوشيال ميديا من خلال فيديو كليب ما بيتعدل لثلاث دقائق ولكن هاي لثلاث دقائق كانت كفيلة بأنه ينبحث عليها بكل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جداً كبير الضيوفنا لليوم ووائل إدريس وديعنا داركل حلقة جديدة فوائل خليني بلش معاك بالأول أول ما طلت على السوشيال ميديا كتير صار يجعليك أسماء ويلا بقولك شخصيات يمكن ما تشبهك يمكن بعضه بتشبهك ولكن العالم ضاعت بمين هو وائل يعني أنت بالحقيقة شي وعلى السوشيال ميديا شي بدياك اليوم تحكي لي مين هو وائل إدريس بعيداً عن الشهرة يلي ما له مشهور يلي ما عنده أرقام يلي ما حدا بيعرفه تفضل أول شي أنا ما قادر أتقبلك بهذا الوضع اللي أنت فيه يعني كثير جدي بس تشوفني لابس كنزة هيك خلص الوضع جدي تفضل وعرفلي عن حالك أنا كثير أولاً متشرف أنه أنا بهذه الحلقة وخاصة معك ومع ديانا أنا وائل إدريس من سوريا لحسك عمري 23 سنة إنسان جهر على السوشيال ميديا بعفوية يعني وصار الضربة حظ بالبداية بعدين أنا لزم الطريق أول ما بلشت أنت كنت متوقع أنه توصل لهاي الأرقام كنت متوقع أنه أساساً تعمل شي على السوشيال ميديا ولا كان مزح الموضوع لا لا أنا دخلت فقط للتسلية ما كنت حق بالي أنه أنا أوصل لهذا المواضيع أو أوصل للمنافسة مع كثير الأشخاص أو أوصل لمرحلتي بس الحمد لله وصلت ألف الحمد لله ديانا بدي أجيكي هلأ أنت طلعت بفيديو كليب مع وائل مدته ثلاث دقايق فقط لا غير الأشخاص الغريبة حتشوف أنه ديانا هي موديل أو هي ممكن العالم يتواصلوا معها لما بديوا يعملوا فيديو كليب بديك تحكيلي عن ديانا دركل بعيداً عن السوشيال ميديا شو دارسة شو عاملة أول شيء مساء الخير وأنا كتير مبسوطة كمان بتواجه معكم أنا ممثلة بدرستمثيل درست سنة مبادئ المسرح بتياتر أكاديمي سنة وهلأ بإنترناشنال أكاديمي في فيلم شوشبيل يعني للتلفزيون والسينما هي سنت التخرج بس أتخرج من روح على هوليوود واركشوب عند الأستاذ أستان راث أستاذ ليونادا ديكابريو وكمان بعمل موديلينج هلأ مبلش جديد وعندي هوية صحافة كل هدول أنت عملتياً؟ ما شاء الله عليك طيب ديانا كم عمريك؟ سويدك عمري العمر صحيح ممنوع يمكن ينسأل البناءة العمر لا مدي عمريك؟ عمري كم يوم لأنني هلأ مبلش بالمجال كم يوم فعمري كم يوم أيوه هي تصميم ما تصميم وقصص حلو هلأ بقرب ننفوت بعد ما تعرفنا عليكم ننفوت سياق الحديث ونحكي شوي عن الغنية أول ما ظهرتوا مع بعض وطلعتوا مع بعض في كتير أسئلة ببالي المتابعين أنه أنتوا كيف تعرفتوا مع بعض كيف وصولتوا لبعض هلأ بالبداية أنا وديانا كان بيناتنا فقط فولووا انستجرام ما كنا نتحدث فنخلق بيناتنا حديث هيك صغير عن الشي ما في داعي أذكره يعني بعدين من كلمة لكلمة 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 تعرفت علي أنه هي ممثلة وهي بتعرفني أورادي من اللي بعت للأول للشخص الثاني مين بعت بالأول مين تواصل مع التاني هلأ فصلاح هذا الشي ما أنا مهم المهم نحن لا لا مهم نحن حاولين نعرف ما نعرف تفضل احكي هلأ فصلاح أيوه بس ما ما بعتتلا على موضوع الكليب أنا بعتتلا عن موضوع ثاني شو شي اللفتك فيه لحتى بعتتلا يعني فيه شي أنا لم أعدت لها بصيغ التعرف كانت هي منزلة ستوري عن موضوع شيء يا خصمة فأنا رديت لها على هذا الموضوع وسألت سؤال فقط فهيك نخلق الحديث بيننا عديش المدة من قبل قديش؟ شيء ستة شهور شيء ستة شهور هيك شيء طيب ديانا إنتوا تحكي الحقيقة؟ أعطي وحكي الحقيقة عادي لا تخليوا عبي يسترسل لما يحكي شيء مو حقيقي بدك تجاوبي الصراحة لأنه نحنا في هذه الفترة هي كلها يعطيها ما حكينا فما حسبنا قد صلنا نعرف بعض عرفت يعني عن جديد حكينا مع بعض هو بعث لك بالأول إي حتى هو بهم هذا الموضوع بهم لازم العالم تعرف في شغلات صغيرة لازم تعرف على العالم طيب ديانا شلون بلش الحديث؟ شلون تتقبلت الموضوع؟ لما بحثت على اسم وائل في عنده كتير شغلات العالم بتقول عنا أنه هي غلط لما هو وائل عرض عليك الموضوع وأنه بدي آكي لغنية أو بعمرة كيف خططتوا أنتو لما رحتي بعثت على اسمه لوائل بحثت عليه دورت عليه شفتي فيه شغلات كتير يمكن العالم عم تنطقده فيها كيف كانت ردة فعلك؟ هلا أنا بما أني موجودة بهذا الدمان وبعرف أنه السوشل ميديا بتظلم ومن الحقيقة من الواقع فما أخذت صورة عن حسب السوشل ميديا ما أخذت صورة حبت لما حكينا بموضوع البزنس قلت له بدي شوفك على الواقع نحكي على الواقع وبعدين منقرر إذا نشتغل سوى ولا لا بالإضافة أني أنا بفصل بين الشخصي والعملي فما كتير كان عندي معرفة بشخصيته غير لما شفته على الواقع لما شفته على الواقع شفت أنه ما له علاقة بالسوشل ميديا كان جدا محترم معي فبعدين حكينا بالبزنس وشفنا أنه كمان عن بالبزنس كتير نحن متفقين مشاريعنا بالإضافة للمخططاتنا كتير تشبه بعض فما كان عندي أي سبب تاني ما أكمل معه يعني أنت غير الغنية اللي كنتم خططية عليها اتفأتوا على بزنس وفتحتوا شركات وخططتوا شكن تعملوا وأعجبكم الموضوع على هو معنى بزنس بزنس فيك تقول لكن أعمال جاي مخططات مخططات يعني أنتم مو بس غنية هتطلعوا فيها مع بعض غنية ثانية جاية على الطريق يا حبيب حلو حلو وائل من أول ما ظهرت أنت على السوشيل ميديا أي إنسان بيطلع معاك بلايف بصورة بفيديو بكلمتين تغير بيحطوكن تحت علاقة حب فكتير الأشخاص حالياً عبتتساءل أنت شو علاقتكم ببعض هل أنتوا بعلاقة لهلا ما حدا صرح لأنه منكم لا 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 أبدا أنا العلاقة التي تربطني أنا وديانا علاقة رفقة وعلاقة عمل فأنا وديانا حاطين ببراسنا أنه خلص هاي موضوع الحب وموضوع المشاعر لبره بعيد لأنه في شيء لازم نركز عليه اللي هو النجاح يعني أنت بتآمن بفكرة أنه إذا فاتت الحب بالشغل بيخرب الموضوع مو قصة بيخرب لكن رح رح يقل نوعا ما وانت شو جوابك يقل الشغف شو شو برري شو برري الأول شيء نحن يعني ما لحقنا يعني ما أية اتنين بيظهروا مع بعض لازم يكون في شيء بيناتهم بالإضافة أنه نحن ما عم نفكر بالموضوع نهائيا يعني ما ما بعرف هلأ مضطرين نبرر مع أنه ما لازم نبرر بس مضطرين أنه العالم أسما تجيب كتير أسئلة يعني ما بيبالنا الموضوع نهائيا هلأ نحن أصدقاء بالإضافة أنه بيناتنا عمل وإذا هذا الشيء بينزع العمل ما بعرف لأنه ما تفكرنا أصلا بالموضوع يعني ما نبيبالي عرفت ممكن ينزع وممكن لا ما بعرف وقال صح صح شوي اللي قال لك لما عرضت عليها لديانة الشغل هل خفت من ردة فعلة أنه ممكن ترفض هل كنت متأكد مليون بالمئة أنه بس تروح تبحث تعرف أنت شو صاير بسوشال ميديا أنا حدا ما بيتعامل على الشيء الخارجي لما تعاملت مع ديانة تعاملت معها شخصيا أنا عندي عمل بدي قدمه هيك 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 العمل هل توافقي هي قالت بدي أخذ رأي نفسي بدي أقعد بيني وبين نفسي وتعرف بعد أني راحت بحثت بالموضوع وإجتني وقالت أنا موافقة للعمل وسأمي نعمل الفكرة هي أنه العالم أو أنا المقرب منك بعرف من هو وائل بس لما هي تروح تسأل يمكن أهلة يأسروا عليها يمكن رفقاتها يمكن الأشخاص اللي قربين منها أنا شو وائل شو في شو عامل من قبل ممكن هون يضرق هو هون الرابط قلت لك أنا تعاملت معها شخصيا فهي كمان شافت وائل شخصيا هو وائل الحقيقي وليس وائل شو يظهروا على السوشال ميديا فهون هي قالت ندمعنا شيء عقرارك ديانة لا 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 بعد نجاح الغنية بعد لا طوالي طوالي هل لا 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 ما بعرف المستقبل ممكن تندم ما بعرف المستقبل الله أعلم بس مثل ما قلت لك طوالي برها لا بس أنا بيني وبينه هلأ عمل يعني إذا بتلاحظ ما عم نظهر على السوشال ميديا مع بعض إلا ببزنس يعني ما عمي أكل هم كتير الموضوع لأنني أنا ويام منا ظهورنا بتيك توك لايف أو هيك شيء نحن عم نعمل أعمال مع بعض عرفت فما في ما بحس أنه ممكن يصير الدراما بيناتنا مثل إذا كنا ظهرنا بتيك توك مثلا لايف أو هيك شيء عرفت يعني فبالتالي ما بعتقد ما بعتقد خلصنا هلأ من التبريرات وخلصنا من حكيكن ما لي مقتنع فيه كتير أنا ولكن لحمشي معاك وائل لسه نتعمق شوي بالغنية لما نزلت الغنية عمليت ضجة جداً كبيرة وفي مقاطع من الغنية لعالم تقطتك عليها وائل كفر بغنيته وائل عمل شيء أصدل حتى يصير الجدل حط كلمات مو مفهومة وائل عبي قلت حدا وخاصة المقطع اللي بيقول آآ ذكرني فيه بطلع ع السمى السبعة بس لا تكوني بقربي حكي لي عن هذا المقطع تحديداً حالياً هذا البارد من الغنية على هو أنت لازم تربطه بالمقطع اللي قبله حتى تنفهم الغنية برضى الله هالوسعة ما دستي الله عقلبي بطلع ع السمى السبعة بس لا تكوني بقربي برضى الله هالوسعة مفهوم بطلع ع السمى السبعة أنتوا فهمتوا ممثل ما أنا قاصده أنا قاصده أنه روحي لتطلع ع السمى السبعة أنه لما أموت روحي تطلع ع السمى كرمال ما تكون بقربي هم فهموا غلط يعني هي مو غزلية لا لا هي ليست غزلية بطلع ع السمى السبعة بس لا تكوني بقربي يعني بموت وما بترجعي بموت وما بترجعي طب خلينا نرجع للمقطع اللي قبله يعني الكرة الأرضية كلها ياتا يعني ما بين الكلمة اختارت غيرك شو؟ بين كل القلوب ما اختارت الأقل هي كلمة ومكتوبة ولا هي عن جد عستها قلبك؟ هي أثرت بقلب أثرت بقلبك الأولى والالتانية؟ مو مهم شلون مو مهم؟ ليش عم تسأل انت؟ لأن المتابعين بدون يعرفوا هلا هذا الموضوع بيبقى سر بيني وبين نفسي طب لما حركة شغلة؟ بس حدا منهم يعني؟ حدا منهم أيوه يلي بدي يفهم بقلب يفهم بزبة أموره والأي شي بتعملوا أنت على السوشال ميديا بيكون فيه إسارة للجدل هذا الشي صار معروف ومحفوظ يعني حفزناك نحن فتت على التيك توك على اللايفات غيرت موجة التيك توك كلية اللي عبت تصير بالوطن العربي كان فيه شخصين عاشين قصة حب يلي هنين بوحة وميكس تحياتنا ألون أجيت أنت بعضهم بقصة حب وبعد العالم صاروا يقلدوك على طول طلعت من هذا المجال فت على الغناء عملت كمان شي غريب بكلمات الغنية بالشغلات اللي عبت أدمى ولكن درو معاك على الفيديو كليب الفيديو كليب لبعض العالم ما كان مفهوم إنك حاطت عصبة سودة على عيونك ما عبت تغني مع الغنية كان هو تمثيلي أكتر مما هو غنائي شرحي عن الفيديو كليب في كثير ناس حللت الفيديو كليب ناس تقول هيك ناس تقول هيك الفيديو كليب عبارة أنه أنا كنت مغطي عيوني عن الكل ورغم كل الناس كانت تمسكني كانت تمنعني أنه أنا أروح لعندك بس أنا كنت مكمل أني أروح لعندك فلما أنا وصلت لعنده لما فتحت عيوني لقيت غدرة القطة لما لبستها بعدنا قليلا عن القطة كفي لي لما وصلت لعنده للبنت فلما وصلت لعنده وفتحت عيوني لقيت الغدر تبعها هون قطع الفيديو كليب وارتمت الوردة هون بيّن أنه أنا اللي قتلت خلص أنه أنا جيتك طيب القلب بعدين منك الغدر لا تعي لا أرجيكي مين أنا يعني هي غدرتك نعم طب بالفردي كانت حاملته بالفيديو كليب شفناك أنه أنت شفته وقتلت لهي الصبية هل هي قتلت شي جواة وائل؟ الحقيقة هي ولدت وائل من جديد يعني قتلت واحد وولدته من جديد يعني قبل هاي اللحظة كان وائل بعدها في وائل تانع خلنا نروح على اللباس اللي كانت لابسته الصبية بالفيديو كليب ليش اخترته أن تكون قطة؟ هل القطة المتعرف عليها هو كائن لطيف فلما لبست القطة يعني أنه هي بعيوني لطيفة هي إنسان مو مؤدي شكلها لطيف بس غدارة غدارة هي شخصية نرجيسية وهي حقيقة للقطة بتخدر كمان؟ أكيد بتخدر حسب كل قطة الشيء المفروض هي ما بتخدر الشخص اللي بتحبه إذا بتحبه القطة معروفة إنه ما بتخلي حدا يقرب عليها غير الشخص اللي بتحبه بس ما بتكون بتحبه فعلا بتبين له إنه بتحبه بتبين له إنه بتحبه لتاخد الاهتمام إذا بتحبه فعلا بتكون وفية إذا ما بتحبه بس بدأ اهتمامه بتغدر كان عندك صعب إنك تطلع بشخصية الإنسان الغدار بالفيديو كليب؟ لا أنا ممثلة بالأخير ممثلة كل الشخصيات ما عندي مشكلة فيها أبداً نحن حكينا بموضوع الكليب قال لي فكرته وحسيت إنه بتلبأ للكات لأن الكات معروفة إنه هي يعني كتير لطيفة بس مع الشخص اللي بتحبه لما ما بتحب الشخص تجي بس وقت بده الشي يعني بدأ الاهتمام وممكن تغدرك وقتها فهي أول سبب من الأسباب لش اختلنا الكات بالإضافة إنه هي الكات ومن معروفة إنه شخصية النجسية القوية بتبين إنه كيوت بس هي من جوة منا كيوت عرفت وبالإضافة إنه حلوة كمان فكرة جديدة كانت وقل بنا نتعمق شوي بالأسئلة هلأ صح صح لحالك معا فيك ضلق راجعة من وراء هل وائل بعد الغنية اللي نزلها؟ من بينك عم بيوصل رسالة لشخص ما بإنه هو نغدر طلعنا من الغنية وكفينا حياتنا هل وائل لساته متأثر بالماضي؟ هل طلع من الماضي؟ هلأ وائل كأشخاص كانوا بالماضي هو نساهم وائل الشغلة اللي عايشة هو لساته عايش بالماضي الأيام هاي الأيام الحلوة ما عم يقدر يطلع منا فعم يعني مو عم بست النفس عم حاول أنه أنا أطلع فقط من الأيام أما الأشخاص بس لو مو مؤسرين فيك الأشخاص لدرجة جدا كبيرة ما بتعمل هاي الغنية؟ ألي كل ياته رسالة بالأخي ولي بفهمي الرسالة ما بتطلع عن عباس؟ يعني مأسرين معنات فيك؟ مو أنت م... ولا؟ هو صراحة كان في تأثير علي لكن نقول الحمد لله فينا نتخطى الموضوع كل ياته ذكرتني بغنيت نحنا منشتاء ما منشتاء للناس منشتاء للأحساس اللي معانها تشتاء للأحساس؟ تشتاء للأحساس للأيام هذيك أما الأشخاص خلاص الله يوفقوا الجميع بالأخير كلياتنا الإنسان بيوصل للمحة أنه بيتخطى الموضوع هذا الإنسان مو إلي وأنا مو إلي حاكيني بصراحة عليهم تتمنانون الخير؟ شي طبيعي الله يفقد جميع مو حاقد؟ نو 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 أبدا بالعكس الأيام الحلوة هاي تمحي أي حقد ممكن يجي بتحس أنه الشغلات اللي صارت على السوشيال ميديا بعض المشاكل يلي دخل وائل فيها نزلت من قيمة هاي الأشخاص بقلبك أو جواتك ولا لسه غلاتهم مثل هذيك الأيام بس خلاص كل واحد يروح بطريقة شوف المشاكل اللي صارت كلها تطيش وكلها تغلط فلا لا لا بالعكس أبدا بعدهم مثل ما هني لأنه أنا بعرف شو حقيقتهم ما بأخذهم عن طريق المشاكل لا أنا بعرف شو حقيقة الإنسان نطلع شوي من الماضي خلينا بالحاضر اللي عبي صير معاك حاليا أول شي بحكي لك على الموضوع سارق اللحن منه لو أنه أنا سارق أو مساوي كوبيل لحن منه كان ما شفت الغنية هلا على اليوتيوب لأنه أنا عم بسرق ألحان أكيد في حقوقه عنده شركة في حقوق نشر وعنده شركة فيها تشيل فهذا الشي بيعتبر أنه بنفيه بنفيه لأنه مبينة شو هو سر التشابه حتى العالم الدائع عن اللحن؟ سر التشابه هو اللهجة والكلام فقط هذا هو سر التشابه أنه اللهجة نفسها بس في كثير أشخاص سوريين بيعملوا أغاني وما تتهمون بأنه نفس اللحن نفس الموسيقى يعني ممكن يقول لك عم تقلده بالغناء عم تعمل الكلمات بس أنه اللحن؟ هلا إذا عم قلده أو اللحن مثله فهو إنسان ناجح بالأخير فأنا عم قلد شي ناجح بس أنا بنفي موضوع أنه أنا عم قلد لأنه أي حدا موسيقي رح يفهم كلامي أما الجمهور ما رح يفهم كلامي لأنه بيشوف نفس اللحن وثانيا لأنه أنا ويام سجلين عند نفس البروديوسر اللي هو فؤاد جنيد تحياتي إلو أكيد تحياتي لفؤاد متقارب طبع طب شو بتردع الأنتقادات اللي عب تجيك أنت عب تقلده أو عب يقارنوك فيه المقارنة المقارنة هو إنسان بالأخير صلوا عمر بالفن بهاي المنصات وعنده عدة أعمال أنا لسه هذا أول عمل لألي وضجها بضجها وعم يقارنوني فما بالك في الأعمال الثاني هل يضايقك هاي المقارنة؟ لا لا بالعكس اللي بضايقني أنه لفساتني أنا جديد بهذا المجال لي عم تقارنوني مو هلا قارنوني قارنوني بعدين لما أنزل عمال كثيرة وقتها يجي هون وقت المقارنة مع أنه شفتك أنا بكثير لعيفات وأغلب العالم شافوك أنا قم تقول أنت أنا مالي مطرب أنا فعلا مالي مطرب أنا مؤدي أو صاحب رسالة عم وصل رسالة من خلال هذه الغنية لكن الأشخاص اللي عم يقارنوني فيها فنانة يعني مثل الشامي فنان والبتلاحظ أنه أغلب الانتقادات اللي عم تجيك أو لأغلب العالم اللي بالسوشال ميديا وأنت بحد ذاته هي عم تجي من السوريين بدايقك هذا الشي؟ لا بالعكس لأنه رح يجي يوم لأيام أنه أثبت لهم العكس أثبت لهم العكس اللي هم شايفينه فعادي خلوهم يأخذوا راحتهم هلا بيجي يوم لأيام ما بدايقك أنه ممكن الأردني عم يشجعك السعودي عب يقول والله الشي اللي عب يعملوا بما أنه أول غنية إلا السوريين عبينتقضوك بأنه الشي اللي عب تعملوا غلط ما حلو لا تغني غير محتواك شو بترضى لهذا الشي؟ عادي ولاد البلد انتقضوا 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 بالأخير إن شاء الله رح أوصل لمرحلة خليكم أنتوا تفتخروا فيني بدل هذه الانتقاد كله جهانا خليني أجل عندك شوي قبل ما تنزل الغنية يمكن المحيط اللي كان حواليك أكيد قدم لك شوية كلام بأنه شو بدك بوائل يمكن شايفين الشغلات اللي عاملة قبل انتقاضات ديري بالك منه وهذا حقهم يمكن أهلك يمكن رفقاتك بعد ما نزلت للغنية وحققت نجاح كبير بما أنه أول عمل لأله وورجى العالم أنه هو عبي يشتغل عند جد عبي يغني مو عبي تسلى ما له مجرد تكتوكر كيف كانت ردة الفعل بعد نجاح الغنية من الأشخاص القريبة منك أكيد يجعني أول شي انتقاضات لأنني أنا عم بدرس وما اشتغلت مع أي حدا كان قراري أني أنا خلص دراسة بعدين اشتغل وخاصة أكيد كمان أنه ما كان مبلش يعني ما عنده عمل قديم يأسوة أنه هو إنسان مطرد بالإضافة مثل ما قلت أنه أغلاط القبل وهيك يعني أكيد أثرت أول شي علي على قراري بس مثل ما قلت لك في الرئيط بالشخصي والعملي العملي أنا شفته فيس تو فيس حكينا فهنن ما حيعرفوا نحن شو حكيين بالبزنس هلأ أكيد بعد بعد ما ورجتهم أنه الإغنية كتير ضربت جابت تريند رقم ثلاثة عالميا رقم الأول بعدة دول عربية دول عربية فهذا الشي طبعا أنا يعني لسه حفزني للمستقبل وحفز اللي حوالي وعطاني لسه passion أكتر للمستقبل على فكرة أنا كان اسمي غير موجود يعني إذا بتلاحظ كمان مني كتير مبينة بحيث عطيت حالي chance وللحوالي أنه شوفوا أول شي العمال بعدين فيني قرر بعدين أحكموا يعني بعثت أنا للحوالي للقريبين بعثت لهم الفيديو قبل ما يظهر اسمي قبل ما يظهر وجي مكان نبين من أنا فعطيتهم هذا chance لأني أنا بحترم اللي حوالي وكذا ورجيتهم إياه عارضت عليهم العمال حبه نكتب اسمي ومثل ما قلت لك أنا قبلت أنه صور مع وائل لأني شفت بوائل كبزنس حيفض عارفت أفكانة كتير متشابهة هو كتير كرياتيف فكتير متحمسة يعني متحمسين كمان يعني كبزنس شفتيه ناجح إيه كفكر لسه ما بلش عم نبلش بالبزنس ده هيك الـ 1500 تعبنا لحتى رجع للبزنس لازم الـ 1500 بالحلقة كمان وائل بديك تحكيلي بعد ما نزلت أول غنية طلع ترند أول باللبنان لمدة سبعة أيام ثالث بالعالم كنت سابق الفنانة أصالة بالترند عالميا ما بتحسى هذا بيعمل عليك ضغط للمستقبل لو أنك تنزل تاني غنية إنه لازم تكون أقوى من الأولى هو مضغط هو أنا تحدي بيني وبين نفسي صراحة مو مع الناس أو مع البشرية أو أنا جاية تبت نفسي أنا مع نفسي التحدي هو هذا فأكيد ضغط نفسي فقط طب شو بترد على العالم اللي بيقولوا إنه أول غنية نجحت لأنه روجلة كتير العالم ده تفوت تشوف مين هو وائل شو هي أول غنية لهيك ضربت هاي الضربة شو بترد عليهم برد عليهم بشي اللي جاي جديد الغنية الجاي جديدة رح تثبت إنه وائل في مان وموجة فقط وائل مثبت أمتى الغنية التانية بعد رمضان إن شاء الله والكلاتنا بنعرف إنه أنت ما كان إليك شوي بالغناء أبدا أطلاقا كنت بعيد يعني أنت كنت بمجال أنه تفتح لايفات يوميا تنزل فيديوهات تفتح اللايف تخلص حتى راسك تنابط في اتاني يوم هيك ماشي حكي لي مين إنه العائلة تابعك شجعك لما خبرت إنه وقت عمل غنية هل كان فيه عالم تشجعك محيطك رفقاتك والدك والدتك كان فيه تشجيع من العالم اللي حواليك أنا أول شي ما عرضت عليهم الفكرة كانت الفكرة بيني وبين نفسي كنت أنت فقط تعرف فيها هاي الفكرة بعد ما عملت جزء منه أو تيست بسيط هون عرضت الفكرة لما عرضت فيه ناس تقبلت فيه ناس ما تقبلت فيه ناس قالت لا ما نجو فيه حدا من العائلة قالك وائل لا 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 بالعكس عائلتي ما بدنا تبهدنا على سوشال ميديا يطلحك علينا لا لا بالعكس عائلتي يعطوني الأريحية الكاملة أنه أنا أتصرف أي شي فلما عرضت الغنية هون تغيرت العراء كان فيه أشخاص من قبل الرافضة شو كانت ردت فعلها بعد ما نزلت الغنية بعد ما نزلت الغنية تغيرت قالوا ما كنا متوقعين هذا الشي أنه كنا توقع أنه إنسان مثلك مثل أي تيكتوكر أنك تنزل الغنية يلا ها تكون حلوة واحد يسمعها مرة وخلاص بس الغنية اللي نزلت لهم إياها هم اللي صاروا ينافسوا فنانين فيه وقال بما أنه أنت بتحب التمثيل ليه ما خطر لك توصل قصتك أو الرسالة لجواتك عن طريق التمثيل وعن طريق الغناء ليش اخترت الغناء هذا هو الفكرة أنا الغناء والتمثيل فأنا عم بجمع شي ما بتحس بس ثلاث دقايق قليلة ثلاث دقايق كفيدة في الشورت فيل نحنا بنعمل حتى نعرض على يعني لما ندرس وبتنا نعرض عملنا بيكون ثلاث دقايق لأي شركة ثلاث دقايق بيكون لتعرض موهبتك لتعرضه بتدقايق ما بتفكر تعمل فيلم أو مسلسل يحكي قصتك أكيد قريبا يعني فيه فيلم ايه في مسلسل قصير إن شاء الله راحكم شو بيوصل بيوصل كثير رسائل مو بس قصة وقل بيوصل رسائل كمان بيوصل عن شي نحنا عايشين فيه حاليا في خيانة ما خبرتني عن هذا الموضوع أيوه من تحت لتحت شفتي بتروح معا مشام بيزنس ألا أثبتت لك أنه أنا ما بعرض الفكرة على أحد أو هي ما راح تكون شخصية أساسية؟ شخصية أساسية ولسه مو مخبر مو مخزيني طبي اللي بيشوف المسلسل أو الفيلم بيعرف قصة وائل يعني بيعرف الجرح اللي اتعرض له أنا المسلسل هي متعددة لكثير شخصيات مو أنا الشخصية الوحيدة البارزة راح تكون في كثير شخصيات بارزة لكن شخصيتي أو اللقطات اللي راح تكون على وائل هي بتعرض القصة اللي مر فيها طيب إنسى هلأ أنا موجود أنا مشارك ولا لا؟ أنا كمان مبارك أكيد مشارك أنت شخصية أساسية مليون بالمية أنت حتكون البطل والمسلسل أنا يا باكر ضرب يا أما مثلا الظهوري خفيف هلأ أنا كتبت السيناريو أنت راح تموت بآخر حلقة بآخر حلقة حدبع شي قتل حلو حلو ظريف مو غلط كمان وعم تدفع مبالغ بدي بيجي مسل معاك وإنس لأنا لح تدفع لي مبلغ مادي مثلا ولا شو الوضع لأ حبيبي تجي تمثل وأنت تدفع لي وتمشي كمان حلو حلو مع أنت لحنا نطعم أقلأ أكثر بالأسئلة بما أنه هيك جواب طيب وائل الأولى ولا الثانية مين الأسر فيك أكثر أنت قد إيش تأخذ بالشهر بدك يعني 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 عشرة آلاف خالص سوي ليسكيب للسؤال أيوة لحد درجة بأسر فيك ما بدك تجاوب عليه ما بدك تجاوب هذا السؤال الوحيد بتخاف أنه العالم يعرفوا مين الأسرت بوائل أو يعرفوا مين هي تستحيي أنه أنت مثلا من التجارة حدار بدي قل لك شغلة بعض أوقات أنت توصل لمرحلة أنك أنت تواجه كل البشر لكن فيه شخص واحد ما تقدر تواجه أو أنك تحس نفسك أنه هذا الإنسان مو لأنه أنت ضعيف الشخصية بس هذا الإنسان ما تقدر ما تسخفي لهيك عم بقول لك هذا الإسم اللي أنت بدك يا مستحيلة طب وائل أنت للأسف كانوا ارتباطاتك بأشخاص مشهورين ما بدت تخيل بيوم من الأيام أنه أنت مسافر على مكان أو فيه لنفترض اجتماع للمشاهير بشي مكان ويكون هذا الشخص متواجد أنت قادر أنك تواجهه؟ ليش لو واجه أنا رائح قادر أنه تجي عينك بعينه بدون ما تحكم مع بعض حكي ما عندك مشكلة ما رح نزل رأسي أيها طب بعد ما سويت كل شي على السوشال ميديا شفناك أنه أنت قلت بتخبعه لعن اللاييفات شي اسمه لايف ما بدك ياه ليش حكيلي شوف التيك توك لما دخلناه قبل سنة وموجتي كانت قبل سنة بالضبط قبل سنة من هلأ قبل سنة من هلأ كنت تريند لما كنت ما كان في حدا كان في أسماء متعددة هذول هم الشخصيات المشهورين يعني بنعدوا على صابع بهالوقت الحالي صار كل من يطلع التيك توك أنا وأنا وأنا وجمهوري وأنا وجمهوري فضعت تيك توك وحسيت جو خرب فسحبت حالي منه حسيت المنصة بس ما بتحس إذا بعدت عنه اللي حينسوك يعني كلها تم نعرف نحنا لازم واحد يضلوا مستمر بالشي اللي هو بيعمله أنت تعبت سنة كاملة حتى صنعت اسم وائل اليوم إذا تترك هذا المكان يلي العالم حبتك من خلاله وعرفتك من خلاله وتبعد عنه ما بتحس إنه يمكن ينسوك ما بتخاف لا 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 النجمة وين ما بد فيها تضوي يعني ما في داعي إنه أنا أكون بالتيك توك لحتى أكون مشهور بس نحنا بنعرف فنانين معروفين بالأسماء بشكل جدا كبير غنيهم ما عم بتجيب أربع مليون بأسبوع مع أنه هننا عم بينشروا بس مو بتفعلين بهذا البرنامج يمكن هلا أنا لما جبت أربع مليون باليوتيوب قلت لك أنا كنت باني القاعدة الجماهيرية من قبل لهيك لما دخلت دخلت بقوة أنا بصراح قاعدتي الجماهيرية رفقاتي وانت كنت من بينهم هم كلهم ساعدوني بنجاح هذا العمل فالشغلة ما كانت فقط من وقل التوفيق من الله ثم من الأشخاص الأشخاص اللي حولك نعم ورشو اللي تغير بحياتك بما قلت هلا أنت الشهرة إجتك قبل بسنة من هلا أنت بسنة واحدة حسنت بيوم من الأيام تفتح ليف يكون فيه 230 ألف بيحضروك غنيتك كانت الثالثة عالميا عالم كتير عرفتك يعني أنت قبل بسنة ممكن كنت تمشي بالشارع ما هذا بيعرفك فجأة بيوم وليلة انشهرت وطلعت العالم كتير بتعرفك شو اللي تغير بواقل قبل ما ينشهر وبعد ما ينشهر هاي السنة ما كانت السنة بالنسبة لي حسيت حالي كبرت فيها أربع سنين بصراحة لأنه كانت كثير مواقف الشي اللي تغير بحياتي مثلا صرت أخذ الحذر يصير عندك عدم ثقة تحس أنه في بعض ناس يشوفوك كرقم وليس كوائل العالم أنت قدمه منك مصلحة ايه بتحس هو شي غلط أنا بقول عنه شي غلط لكن خلاص بتوصل لهاي الهالة فالموضوع مزعج ما خفف لك الصداقات اللي حواليك فلترتهم كثير كثير يعني هلا الناس اللي بحياتي معدودين على أصابع حارفين واحد اثنين كم شخص هيجت من الآخرية وتأخذ الأولية كمان موظابة يعني قال لك واحد 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 بانين اثنين ما بصير قال لك واحد كيف لو قال واحد أنا انا بزي ما أقول الفيديو كليب هيك كيف الفيديو كليب التاني كالت ورابع مصيبة ما بمشي لحالها طيب حكينا أنه قبل الشهرة كان وائل وبعد الشهرة تغير بس بهي السنة مرات أنت بعلاقات نوعا ما على السوشال ميديا كان فيه ارتباط هنا شخصيتين هل بيزعجك اليوم لما الأشخاص يلي أنت خلينا نحكي بصراحة هدول الأشخاص من قبلك ما كان حدا بيعرفهم ولا كانوا مشهورين أساسا ولا فيه أي إنسان بيعرف اسمهم فجأة طلعوا مع وائل نشهروا ونعرفوا هل بيزعجك اليوم لما هي الأشخاص تكون مع أشخاص تانية عم تسافر عم يعملوا نفس الشي اللي كانوا يعملوه معاك؟ ما بيضايقك؟ لا لا أبدا بالعكس خلص كل حدا بالأخير الحياة بدأ تمشي بوائل ولا بدون وائل بس دول الأشخاص كانوا غالين عليك؟ في نفس الوقت الحياة بدأ تمشي فيهم أو بدونهم فلهيك الله يوفق الجميع وبالعكس ما بيضايقهم وما عم ببحث بالموضوع صراحة يعني خلص مهتم لأعمال الجاية كل مين يعطي عمله؟ وبنفس الوقت أنا ما عم نفس حدا أنا لما بدي أنجح أنجح لوحدي أنبسط فيه لوحدي ماني جاي لحتى أعرض وشوفوا أنا وأنا هاي الشغلة صارت طيش بصراحة بتعترف أنها خبصت؟ أوه جدا السنة اللي ماضية قلت لك كبرت فيها أربع سنين خبصت كثير وهلأ جاي عم صلاح إن شاء الله شو أكتر شي عملته بتعترف أنه هذا كان غلط جداً كبير بتقولون العالم هذا يعني كثير غلط فيه وهي حق العالم تنتقلت بالنهاية أوعك تخانق بنت على السوشال ميدي بنفس الوقت أوعك أنك أنت تعلي صوتك عليها أو تتمرجل عليها لأنه مهما يكون تبقى أنت أنا اللي غلطت فيه صار بيناتنا سوء تفاهم بيني وبين أنت على البرنامج بتهاجمنا أنا غلط فأنا بعترف بي غلطة بتعترف أنه ما بيصير تهاجم بنت على السوشال ميدي طيب إذا غلطت بحقك حتى لو تبقى أنت حلو بعدا في حدود إلا حدود لأنك أنت لا نحن قريضي حكينا بهذا الموضوع بس شي الحلو أنه هو يعرف غلطه ندمان عليه كثير يعني إحنا حكينا بكذا نقط قلت له هيدا الأصص يعني كل العالم تغلط بس فيه أصص ما ما لازم تصير تمر جاتي على الشي اللي عامله وعلي من قبل دايق الموضوع طبعا طبعا دايقني كثير وكان ممكن يكون سبب من الأسباب أنه ما أتعامل معه عرفت فحكي كيف تقبلتي؟ تقبلته لما شفت أنه هو فعلا يعني هو بلش بعمر صغير على سوشال ميديا بشكل عام هو شخص عنده مشاكل يعني صحية يعني عصبية وكذا وغلط وبنفس الوقت ندمان يعني فعلا مبين عليه ندمان ومبين أنه هو حيغير هذا الشي فبالتالي يعني إذا هو غيره ولا ما غيره شي بيعود إله يعني أنا هيك هيك أول شي مبدئيا أخذ الموضوع أنه نحن نشتغل سوى عرفت محضرين شي إنتوا قبل ما تجوا؟ شو محضرين؟ محضرين الأسئلة عرفانين شو كنتوا حكوا كثير متفاهمين حاسكم لا شو هات؟ كثير متفاهمين لا نحن حاريا متفاهمين هيدا سبب الأسباب اللي خلانا نشتغل سوى شو برجاك وائل؟ العقرب ديانا؟ سريطان بتوافق بتوافقوا مع بعض؟ توافق أيوا شو أكتر صفة بتكرهية بوائل؟ تطلع أنت لعندي لا تطلع فيها تركها للمخلوقة احكي الصدق نحن قلاتي حكينا أنه بموضوع أنه اتناناتنا عندنا نوع من أنواع أنا بحب هذا المستحل بمفهم غلط النرجسية عرفت أن فيه أنواع يعني لا وائل مشهور بهاي يعني طلعت تريند بالنرجسية فهو قال لي أنه المشكلة أنه أنت نفسي أنت قمت له؟ فأتناناتنا من عاند عرفت شلون؟ يعني أتناناتنا أنا وعصبي أتناناتنا نكره هذا الموضع به هي تكره فيني نرجسيتي وأنا بكره فيها نرجسيتي طيب شو أكتر شي بتحبي بوائل صفات؟ كفي كفي خلص نعمل بزنس ورجع لك لألف وخمس لا نشوف أم تلح ترجع بس يغلو كل الأسعار رجع لي ويا كانت نقبل خيف ضعار ضلها لألف وخمس بي خلع ما دفعتها وخلصت يكملها بدك ما بصير تقول هيك بالحالة أنه دفعتها لازل تضنع شو الأفكار؟ لك بس يكون الشخص بيتمنى الخير لغيره بتعرف أنه هيكون خير عليك فهيدا كمان الشي عجبني فيه كتير أساس إيجابية وائل شو أكتر شي عجبك ديانا؟ فورا contact شو ما بفكر وائل بتفكر ديانا؟ شو ما تفكر ديانا؟ هو أتمن خاف منقول نفس الكلام نفس الثانية بتحس لأي متى لحضلك أنت وديانا مع بعض؟ يومين الثلاثة لا إن شاء الله إن شاء الله عمال جاية بإذن الله تعالى هلأ بعد الحلوة فيخنا هم طبيعي كل آياتنا من نكذب نسوي حالنا أنه متفاهمين وبعد الأخلاق لا خلينا بموضوع الكذب بيحكي فيه هذا الأنو شوي دائما المشهور بيطلع على السوشال ميديا الورج العالم شي اللي مبسوط فيه أو شي اللي منيح بهي السنة هل وقل بيوم للأيام بكي؟ هل كان فاتح لايف أو نزل فيديو مبسوط فيه وعب يورج العالم أنه هو مبسوط وهو بنفس الوقت كان متضايق تعبان؟ هلأ نحن وصلنا لمصطلح موضوع الشرق الأوسط أو نحن العرب حاطين شغلة أنه ممسوط عيب يبكي الشاب أو عيب أنه تنزل دمعته لكن هذا الشي ما بعتبره بالعكس بيني وبين نفسي بكيت أوقات لأنه حسيت بالضغط فالإنسان ما يضل عنده طاقة أنه يظل متحمل أمت أكتر مرة؟ أكتر مرة حسيت أنه خلص تترك السوشيال ميديا؟ آخر فترة آخر فترة كان الضغط كبير علي لدرجة ضغط معد أقدر كرهت أنك في السوشيال ميديا؟ كرهت أنه أنا دخلت السوشيال ميديا كله شو أكتر شيء بشع بالسوشيال ميديا؟ الأشياء المظاهرة يعني فيه أشياء أتمنى أنه أنا أقول للناس فيه أشياء قديش مرعبة بهذا العالم حرفيا وقديش وحشية وبنفس الوقت وسخة إن ظلمت شي مرة بأنه نعرض موضوع على السوشيال ميديا طلعك أنت غلط ولكن بالحقيقة لو العالم بيعرف الموضوع كامل كانوا عرفوا أنه واقل صح؟ لا هيك عم بقول لك أنا عاب وصل رسالة للأرجي ومش الحقيقة فيه بعض شغلات مخفية كانت عن أنظر الناس إن ظلمت فيه إنه أنا الغلط وأنا انظلمت فيه فأنا الغلط الوحيد اللي من شوي ذكرته وهذا اللي بعترف فيه أنا إنسان سويت هذا الغلط وبعترف فيه تنصح العالم أو الشباب اللي هلأ مبلش على السوشيال ميديا أو الصبايا بالسوشيال ميديا شو بتعطيه النصيحة قبل ما يبلشوا؟ لا تدخلوا هذا العالم لأنه أنتوا تفكروا هو مجرد عالم رقمي لكن بدأ نقول لك أنت دخلت فيه بدأ لك أنت موجود حالياً دخلت فيه خلص تورطت تورطت بس بتحس كيف تحس حياتك بدون السوشيال ميديا؟ يا ريت يا ريت يا ريت أنه يعني شلون أقول لك؟ خلص بنت سواء ليرجع وقل إنسان طبيعي يا ريت لو وقل اليوم مالو على السوشيال ميديا شو حيكون؟ شو حي تكون عبدالي حياتك؟ كنت رحكم بالدراسة اللي هي صيدلة كنت رحكم بالدراسة اللي هي صيدلة كنت رحكم بالصيدلة؟ نعم وقفت مشان السوشيال ميديا؟ نعم كان فيك تكفي دراسة بجانب بالسوشيال ميديا ما بتلحق معنى لهيك ما بلشت لها لأ تخلص دراسة عم بتلاقي ضغط حالياً؟ بما أنك فتت بالسوشيال ميديا أنت؟ جداً أنا هاي سنت التخرج مثل ما قلت لك بيزنس فلهيك لازم بلش مشان ما أنحط بالأمر الواقع لما أتخرج ما يكون عندي أي شي فلهيك عم بلش هلأ شوي شوي بس طبعاً راح كتير وقت مني أنا بالدراسة ما كان فيه أعمل شيء أبداً دراسة وشغل فبفهمه بفهمه أنه مالحها ألا اتنين وقال شخصيته اللي طلعت على السوشيال ميديا خلنا نكون واقعيين حبو العالم بعد قصص الحب اللي عاشه هل بالمستقبل إذا حبيت أنت هتعرض قصة الحب تبعك على السوشيال ميديا؟ لا مستعي ليش؟ يعني حتى لو أكون متزوج ما راح أطلع على السوشيال ميديا وأقول أنا متزوج صراعاً شو السبب؟ السبب لأنه السوشيال ميديا عالم مفتوح فالكل راح يحاول يتدخل بحياتك مو كل الناس بدأ إليك الخير طالب حطها بمخك مو كل الناس بدأ إليك الخير قد ما كنت محبوب وبترفض تكون مع بنت أنت على السوشيال ميديا؟ لا حتى لو هي كانت على السوشيال ميديا ترفض أنه نعلن الموضوع أنا ما عندي مشكلة أنه هي تكون على السوشيال ميديا لكن كمان هلأ بتقول ما بصير يعرفه العالم؟ أنا وإياها نكون مرتبطين أو نكون مثلا متزوجين أو شو ما يكون بس ما نعرض هذا الشيء للعالم يعني خلاص بالخاص وحتى لو هي مشهورة ما بدك خلق يعرف أنه أنت مرتبط ألغي هذا الموضوع بس أنت ما عندك مشكلة أنه البنت يلا تكون بحياتك مستقبلا مشهورة ما عندك أي مشكلة لكن مثل ما قلت لك بعدودة حلو فاليوم أنت مشهور يمكن كتير من الشباب اللي بالوطن العربي خاصة ببلدنا سوريا عم يعانوا كتير بظروف الحياة أنه يمكن شغل أو حتى يعيشوا أو يطلعوا لقمة العيش أنت اليوم مشهور وعندك كتير من الأشخاص أو ملايين بيعرفوك ولكن شو أمنية وائل حاليا؟ يعني ممكن الشخص اللي بسورة يقول أمنيتي اتجوز يكون عندي بيت ساوي أسرة وائل بالأرقام اللي عنده والشر اللي عنده شو أمنيته؟ أهلي أنا أهلي متغرب عنهم 12 سنة أمنيتي بس أنه اجتمع معهم عيشهم اللي أنا كان بدي عيشهم الحياة الأفضل فإن شاء الله رح يجي هذا اليوم بتحس أنه لو أهلك قريبين منك حاليا والدك بالشي اللي أنت عبتعمله كان نصحك بالأغلاط اللي عملتها أنت؟ بجنبي حرفياً رح يكون عندي طاقة وشغف لدرجة مطبيعية هذا الموضوع كتير مؤثر علي بحياتي لهيك عم أقول لك أنا لو أهلي بجنبي أنا إنسان ما حدا يقتر يمسكني في عالم النجاح أو العالم السوشال ميديا ديانا حكيلي اليوم شو أمنيتك بعيداً عن السوشال ميديا؟ بعيداً إنه حابة تكوني ممثلة شو أمنيت ديانا اللي عجتها بتتحقق؟ كون شخص ناجح بالشي اللي بحبه بالمستقبل كون مؤثرة بطريقة حلوة وصل لمرحلة أقدر أسعد أهلي أصدقائي حتى الناس الغريبة لأنه بالنسبة إيدي مصدر سعادة يعني كل ما بأسعد الأشخاص اللي حواليه كل ما أنا بكون سعيدة كون بص ما حلوة بحياة أكبر عدد من العالم إن شاء الله يا رب وائل تسألك سؤال وتجواب حقيقي مين قدوتك بالحياة؟ فكر فيه أخذلك شفة مي أنا متعرف عليك وليعتنا نأخذ القدوة اللي هي الأبد بالنهاية لكن إذا بتسأل واحد وائل بالسوشال ميديا بالسوشال ميديا؟ ما في هذا ما عند أقوله ما في إنسان بتغار من نجاحه بتحزده على النجاح بتقول يا ريتني مثله طريق أنا الطريق اللي عم بمشي فيه ما في حدا يعني لما عم نافس عم نافس حالي اللي كنت عليه مبارحة لا في حدا فوقي ولا في حدا تحتي أنا مكمل وشايف بعيني النجاح ما عندي الطاقة أنه أنا أقعد أفكر بغيري شوف أبدي أسوي لا هيك رح أنا أروح طاقة جزء كبير من الطاقة اللي أنا محتاجها للنجاح للصعود فلهيك ما عم نافس حدا مين في إنسان على السوشيال ميديا تتشكره يمكن ما لك شايفه وكان صدقتكم على السوشيال ميديا فقط يعني تتشكره ساعدك كان معاك منيح ما تريد تقول هو لا لا بعيدا عن طارق هو فعلا أنت يا طارق غيري أنا لا لا فعلا أنت ما في حدا غير ما في حدا على السوشيال ميديا ساعدك أعمل معاك موقف منيح بنفس المجال اللي نحن فيه خلنا بالتيك توك أغلب الصداقات اللي بناها وائل مع مشاهير كانت على التيك توك فيه شخص بتتشكره اليوم ضحة العرابي ليش المشهورة الوحيدة اللي مساعدة توقف مع وائل إلى عبد العابدين ضحة ضحة في نساء لك سؤال تاني من الأول بالأردن كلايفات أو كتأثير أنا بحكي لك كمشاهير أكيد كمشاهير شوح الطاب الأول بالأردن الأول تونس ضحة العرب عبتحكي بكل سدق أنت هاي صح هذا حقيقي سوريا كمشاهير أكيد مو كرقم ركز معي كتير منيح مو تجيب لإنسان عنده لنفترض بالبس والله أربعين ألف هو الأول لا كمحتوى ايه بتقول هذا الإنسان الأول بسوريا يعني لما يجوا يطلعوا على اليوتيوبر الأول فلان لفلاني امت او كتيك توك هذا بيعمل شي منيح يعني الجانب المشرق مين برأيك في كثير أسماء عننا نحن بسوريا لهيك أول اسم أول اسمين خطروا ببالك غيث غيث مروان نعم تحس اللعب أدمه إنسان يتعب على محتوى وبعيد عن كل الناس إنه ما فيه إفادة بس ما عاب يضر العالم خلاص هو ما عاب يضر حائل بالسعودية بآخر فترة أوقف التك توك بالسعودية وقترط له مشاهير وأتوقع هي خسارة للبرنامج المشهور السعودي الوحيد اللي بيغطي على كل المشاهير وسامة داود ككوميديا ككل شي الأول بالسعودية الأول بالسعودية أنت حكي أنت من قلبك نعم أيوة ما أنه في عندك أصدقاء تانين أنا عندي أصدقاء أنا بعتذر منكم أنتو كمان أشخاص ناجحة لكن أنا عم بحكي كأنسان فعلا الكامل المتكامل هو الكامل الله لكن كامل بالسوشيال ميديا وبيعرف يقدم محتوى بطريقة صحيحة هاي اللي عم بحكي عندك مشاكل أنت كثير بالسوشيال ميديا مع أشخاص بتنهي الخلافات معاهم هيك بهاي المقابلة يعني مسامح الكل حامل بألبك على حدا والله أبدا ماني ماني حامل على حدا بالعكس وجلنا الرسالة طلع هيك على الكاميرا ووجه رسالة على كاميرتك نلتقي كلياتنا نحن نلتقي يعني بتنهي الخلاف من هون ما في أبدا ما في في رأيك عبي يحكي السدق حسب أنت تمثيل وممثلة وبتعرفي بالبادلة وشو إذن هاي الهديكة هاي المهم بتحكيها بيحكي السدق بتحسي والله عم ينضج عم جاد عم قرير عم ينضج عم ينضج عم تنضج بها لا عم جاد بحس أنه وصل لما يرحلة بعض عن المشاكل لهك طب زوائل هلأ عمل مشكلة وأنت معاه عاليا أنت على السعداد أنه تبعدي عنه إذا عمل شي مثل شغل أنت منبهتي عليها نحن أقول لا أكيد في خطوط الحملة بتبعدي هاي هو نفس الشي عنده خطوط الحملة أكيد شفت كيف لك طارق ما في غيرك صعب روحي إن شاء الله هيك بعد عمر طويل لح تتوفى أنت أنا شاي حاسب لك 50-60 عدخانك الرئتين اللي حينفجروا ورايح مودع مثل ما أبشوفك غير إنه وقت حط لي مصاري دفنك أجار دفنك أنا رح أبتلي أنا الـ 1500 ما رح أخلص منها بقبل ركز معي أنا حأحملك نحن الشباب يعني هي حتكملت هي آي لينر ثاني يوم صير حفلة بتقصع رفت آي شادوين ممكن ما تكون عبتحكوا حتى فلا هيك خليك معي أنا حفيدك رفت والـ CD تبعك هون أي مشكلة بتصير بنشعر كل شي عليه وأعدائي ضايع ضايع فركز رفت طارق بدي تخيل معك شغل اي تخيل أنا وأنت فتحك صراحة أقصب لشارر سماك روحي يعني لح خليك ما تحسن تقعد هاي الأعدل هلأ قاعدينها ما تطلع بوش حدا ما حدا يتطلع فيه لا 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 أنت تخيل الموضوع قداش أنا عندي شغلات إليك وقداش أنت شغلات إليك الله يفرشيننا من هالموضوع ما بدنا ندخل فيه كتير بخير شمع تصل هلأ بدي وقعي للجدي انسى كل شي صاير انسى الكات وومن اللي أدامك نسألي كل شي ركزلي على الكاميرا اللي هون بديك تتخيل أنه بيوم من الأيام أنت إن شاء الله عم تتكرم أهلك موجودين الناس اللي بتحبهم موجودين حتى الناس اللي كانوا ينتقضوك موجودين عم يطلعوا عليك ومعاك دقيقة وحدة تطلع لها المسرح وتحكي الشي اللي بدك يا أنت طلع على الكاميرا وتخيل حالك هنيك شو لك تحكي أنا لما عم بثبت نفسي عم بثبت نفسي كرمال أهلي كرمال الناس اللي بحبهم ماما بابا أخواتي رفقاتي كل الناس اللي بتحبني حتى الناس اللي بتكراني إن شاء الله رح يجي يوم اللي بخليكم كلكم تفتغروا فيني إن شاء الله رح يجي يوم اللي كمان أرفع اسم بلدي وحط بصمة بأي شي جاهلة يعني حلو ديانا نسخ لصق ولكن مو تنسخي كلامه لا أنت بمكان عم تتكرمي عامل إنجاز جداً كبير هلك موجودين الناس اللي بتحبيهم الناس حتى اللي كانوا ضدك هم تشوفهوكي إذا كتحكي لبقلبك عن جد تطلع لبقلبك شو حتكون يمكن أنت اليوم إذا بتعدي مع أمك ما فيك تحكي لهذا الكلام لكن عن طريقة مقابلة اللي نعم تشوفك هي فكت وتصلي لهي الرسالة إياك تطلع على الكاميرا هلأ الحمد لله من هلأ أهلي وخاصة ماما يعني من هلأ عم تدعمني فلوصل لهي المرحلة حكون يعني كتير فخورة مني تطلع بعيوني وقال له أنه شكراً على كل شي شكراً أنك قفت معي شكراً أنك لو لاك ما كنت وصلت لهي المرحلة لأنه أكيد يعني لو لاها كنت ما هقدر وصل لهذا الشيء فحكون جداً مبسوطة أني كنت فخورة فيه بعدين الناس اللي حوالي لإقراب رفعاتي أصدقائي وآخر الشي الناس اللي حاقدين طبعاً هلأ نحن اللي بدنا يعني تطلع على الكاميرا توجه رسالة توجه رسالة لمن ما بدك وشو ما بدك احكي تفضل الكاميرا معك هلأ أحكي لأول شيء الرسالة حتكون لوالدتي أنا كطارق ربيت بحارة شعبية جداً لأن أنا وصغير بحب أني أعمل شيء مختلف عن العالم باقي ففت بهذا المجال أبدي أتشكر أول شيء والدتي ياما سببت مشاكل ياما أعملت قصص لايقتك فيها زعجتك فيها بكتير أوقات عصبت علي ياما حاكيتيلي أعمل شغلات ومتأفأف بوشك فأنا من خلال المقابلة آسف بعتزر في كتير لحظات حتى طلبت مني أني أرجع ما أكفى بهذا المجال سببت كتير شغلات كانت سيئة دايقتك دايقت الكل لكن كنت عند كلمة بأنه بدي أعمل شيء فإن شاء الله يا رب أحسن أسعدك حقق إليك كل شيء بدك يا أعودك عن الحياة السيئة اللي عشناها بمكان بليق فيكي ومكان أنت تكوني مبسوطة فيه فبإذن الشيء هذا بإذن الله طبعا هذا حيتحقق وبحبيك كتير أرسلت رسالة لأمك بدنا ياك تحط رسالة للشباب اللي عم تابعونا اللي عم تابعونا شباب أو بنات اللي بعمارنا أول شيء بنصح دائما العالم اللي عم تتابعنا تحبنا كصندام محتوى فقط لا غير أنا كتير بعمل أغلاط بحياتي يمكن عامل وشن فإذا بتحبني أنت لا تقلدني بالشغلات الغلاطة اللي بعملة تابع الشيء اللي بتحبه خد شخصية طارق اللي بتحبه وضلك ماشي مو ضروري إذا شفت الطارق بيدخن أو وائل بيدخن أو نعمل شغلات غلط بحياتنا تقلدنا أبدا عائلتك على طول صح أحساس أمك على طول صح أعيات أبوك عليك بأغلب الوقت حيكون مشانك يمكن تدائع أنه بعيطه عليك أو أبوك برص عليك ولكن هذا كله بالمستقبل هتعرف حقه مصاري ولو ما عمل هيك أنت ما هتكون ببنية شخصيتك بهذا الوقت وتقرب من رب العالمين بغض النظر عن الأغلاط اللي بتساوية الشغلات السيئة اللي بتعملها علاقاتك الغلاط اللي بتساوية لا تقول إنه عندي أغلاط بعملها فأنا ما فيني صلي صلي بكل وقت ولو عبتعمل غلط صلي لحالك بس تصلحت بعد عن الشغلات الغلاط اللي عبتعملها والشغلة الأخيرة مثل ما قلت لك العائلة أولا شو ما يصير وينما تروح العائلة أولا وهنا الوحيدين اللي ما هي تركوك يمكن يمرق رفيئي بحياتك وقت ملقوقاتي بعد عنك رفيئة أهل ولكن والدتك والدك أخوك أختك لا تخلى عنهم وبنهاية يكونوا بخير وما تمرقوا يوم بدون تبتساوية شكرا هلأ أنا حق أختم الحلقة حلقة بسؤال عن سألتني كثير عن وائل لا تنسى أنه أنا ما صلي زمان بعرفه أنت صلك قد بتعرفه لوائل صلك صار سنتين يعني أكتر مني بكثير فأنت بدك تقلي شو رأيك هلأ هلن سنتين بس اللي مرأنا فيهم عشرة سنين وأكيد الوقت مو مو هو اللي بيحسب قد بتعرف الشخص بس أنتو كتير متقاربين من بعض فبتعرفوا كتير مني أنت شو بتقلي كفي ولا وائل عنده شخصيتين فيه شخصية بيرضع السوشيال ميديا فيه شخصية الواقع تبعو أي إنسان كتلتقي فيه من رفقاتي اللي أخي شو بتعرفك مع هذا الإنسان ولكن ما كان حدا يشوف حقيقته على الواقع يعني وائل على السوشيال ميديا بيبين نرجسي عصبي لئيم الحياة الواقعية جدا كوميدي جدا بيضحكني كطارق فبحس رب العالمين حطنا بطريق بعض لنكمل بعض فالسوشيال ميديا طارق ما بحب يصور على الغنية طب أحلى الشي فيه وسلبية فيه أحلى الشي بيوائل بأنه ولو كان مدايا من الأشخاص ولو معصب منهم ولو غلطانين بحقه بيضل مو بيعطي فرصة ما بيسوين أعداءه يعني بيضل معهنوا منيح بحيس يضلوا بيصفوا بيعطيهم فرصة تانية يغيروا ويغيروا ويغيروا السواج اللي فيه عصبيته ما بيتحكم هذا الإنسان ما بيتحكم بعصبيته أبدا إذا عصب وأغلب مشاكله بالسوشيال ميديا لأنه بيعصب وبيحكي كلام يعني بينفعل اللي بدي يعرف هو اللي بدي يعرفه على الواقع مليون بالمية بحس رب العالمين حطه بطريقي لنكمل بعض يعني كطارق ما بحب صور أنا على فيديوهات أنت اللي علمتني صور على الأغاني مو شخصيتي بحب الضحك والكوميديا وكمان رب العالمين حطي بطريقه لحتى أعرض الشيء الكوميديا اللي فيه يعني في عالم بعد ما طلعنا مع بعض باللايفات اكتشفوا أنه فيه شيء هذا منيح بضحك يعني معلول لعيم ونمرود يعني إذا بلايفه بتشوفه عابس وعبعية على العالم الليف مع بعض بتطلعش خصطه الكوميديا هو بس لو ما بيتدين يعني بس لو ما بيتدين أموره بالسلام حبيب يا واي حبيب تنذكر وما تنعاب يا أرض حبيب وهو بتكون خلطة الحلقة طبعا آراءكم يلي بتكون تحكونا ياها كتير مهمة بالتعليقات كونوا بخير وإذا فيه شغلات غلط عملناها فتعليقاتكم حتفيدنا لحتى نحسن بالمستقبل كونوا بخير وما تمروا يوم بدون ابتسامة تنفع 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 اشتركوا في القناة